قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم حقيقة إقالة رشيد بن محمود عاجل الرقرق ولأول مرة يوجه دعوة رسمية لإبراهيم دياس للالتحاق بالمغرب ويتحدى منتخب إسبانيا مدرب الصاحل العج لا يمكن نسيان فضل المغرب في بولغنا نهائي كأس أمم إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار حقيقة إقالة رشيد بن محمود أكد ناطق رسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محمد مقروف أن الأخبار التي تم تداولها منذ يوم الاثنين الماضي بخصوص استغناء الجامعة المساعدة المدرب الوطني رشيد بن محمود لا أساس لها وغير الصحيحة وضف مقروف في تصرح لموقع بديل المدرب هو الذي يمكنه أن يقرر في استمرار تقمه أو لا ومن ضمنهم بن محمود وهو صاحب القرار وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الاثنين الماضي تجديد التقاف الناخب الوطني وليد رجريغي للإستمرار في قيادة الأصود خلال المرحلة القادمة مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤذرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة رغم الإقصاء القاسي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقام حاليا بالكودفور وأعلنت الجامعة في بلاغ أن رئيسها فوز القجة عقد الشماعات تقييمية بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهاية كأس أفريقيا وذلك مع الناخب الوطني وليد رجريغي وتم خلال هذه اللقاءات الوقوف على مكامل الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا عاجل الرجريغي ولأول مرة يوجه دعوة رسمية لإبراهيم دياز للالتحاق بالمنتخب المغربي ويتحدى إسبانيا ذكر الصحفي المقارب من دولب المنتخب المغربي أزم أنس أن وليد رجريغي مدرب المنتخب الوطني يسر على ضم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد لمعسكر أصود الأطلس في شهر مارس القادم إن شاء الله وبهذا يكون الرجريغي قد وجه تحديا قويا لمدرب منتخب إسبانيا الذي فعل الشيء نفسها ووضع اسم إبراهيم دياز في قائمته الأولية لمعسكر شهر مارس القادم وفي نفس السياق ذكر موقع كورا أن وليد رجريغي المدير الفني لمنتخب المغرب يستعد للسفر إلى إسبانيا لمقابلة دياز نجم ريال مدريد وكان الرجريغي قد تقابل مع دياز خلال شوتنبر الماضي وتفهم وقتها رغبة اللاعب في تأخير استدعائه لقائمة أصود الأطلس بسبب وضعه داخل ريال مدريد آنذاك ورغبته في حجز مكان أساسي وهو ما تحقق له الآن وضف ذات المسطر أن الرجريغي وافق على طلب دياز بعدم دعوته للمشركة في كانال كوديفور لتزامن البطولة القارية مع كأس السوبر الإسباني ودير بالكأس أمام أتليتيكو مدريد بجانب مبارية قوية لريال مدريد في الليجا واشددت المصادر أن الرجريغي يسر على ضم دياز وسيضع اسمه في قائمة الفريق لودية الشهر المقبل ونفس الأمر سيقوم به لويس ديلافوينتي مدرب منتخب إسبانيا والحسم سيكون في يد اللاعب في شهر مارس المقبل إن شاء الله مدرب الصاحل العج لا يمكن نسيان فضل المغرب في بولوغينان نهائي كأس أمم أفريقيا قال إمرس فاي مدرب منتخب الصاحل العجل مؤقتا التأهل لنهاء كأس الأمم الأفريقية يعود فيه الألفاظ لقتالية اللاعبين كما أنه لا يمكن فصل المغرب علينا حين لعب كرة تقدم نظيفة وبفوزها على زنبي استطعنا التأهل بعدما كنا ضمن المنتخبة التي ستغادر الكان واستطع مدرب في لتلك الدفور في ضرف قياسيا إعادة ضبط مستوى المنتخب الإفوري بعد إقالة المدرب السابق ليصبح بطلا قوميا في بلاده بالتأهل تاريخيا لنهائي الكان وتحول المنتخب الإفوري من منتخب متهالك خطوطه إلى منتخب شارس لا يهب أي منتخب بمعنوية عالية وبتمسك وقتالية منقطعة ناظر ولحق المنتخب الإفوري بنظره النيجيري في المباراة النهائية لكأس أفريقيا للأمام بعد فوزها على نظره الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربع الماضي على ملعب الحسن وطر الأولمبي في أبيتجون وكان منتخب الفيال قد بلغ المربع الذهبي بفوزها على المنتخب المالي بهدف مقابل واحد بينما تأهل الفهود إلى الضور ذاته بيتغلبهم على المنتخب الأنجولي بهدف لمثلها ويجري النهائي بين منتخب نيجيريا والكودفوار يوم الأحد المقبل إن شاء الله على ملعب الحسن وطر الأولمبي في أبيتجون فيما ستجرى مباراة الترتيب بين منتخب جنوب إفريقيا ونظره الكونغو الديمقراطية يوم السبت القادم الرقراجي مطلوب في الكودفوار بعد الإقصاء من كأس إفريقيا بات وليد رقراجي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم مطلوبا في الكودفوار رغم إقصاء منتخب بلاده من ثمن نهائي النسخة الحالي لنهائية كأس أمم إفريقيا التي تختتم فعاليتها يوم 11 من فبراير الجاري موعد المباراة النهائية وكان منتخب المغرب قد ودع منافسة كأس أمم إفريقيا من الدور الثمن عقب الهزيمة بهدفين دون مقابل أمام منتخب جنوب إفريقيا هذا الأخير الذي توقفت مغامرته عند ضمن الدور النصف النهائي بعد الهزيمة أمام نيجيريا التي ستواجه الكودفوار في المباراة النهائية وفي سياق متصل ذكرى موقع وينوينان أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة وجهت دعوة لوليد رجراكي وفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحضور للمباراة النهائية لكأس إفريقيا وأوضح المصدر نفسه أن الاتحاد الإفري طالب بدوره فوز القجع ومدرب وليد رجراكي بحضور شرفي في المباراة النهائية غير أن رئيس الجامعة ومدرب أصد الأطلس لم يؤكد حضورهما حتى الآن وقد يغيب رجراكي الذي لم يتقبل الإقصاء المر من الدور الثمن النهائي ما عرضه لانتقادات كبيرة ويستعد المنتخب المغربية للفترة القادمة وللاستحقاقات المقبلة بداية بالتصفية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 إضافة إلى أمكانية مواجهة منتخب الأورغوي وديا في فترة التوقف الدولة القادمة وبخصوص المباراة النهائية يلتقي منتخب الكوديفور ونيجيريا في نهاي بطولة كأس أمم أفريقيا في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل إن شاء الله على ملعب الحصن وترى بأبي الجون وضرب منتخب الكوديفور موعدا مع نيجيريا بنهائية البطولة بعد فوز أصحاب الأرض على الكونغو الديمقراطية في المربعي الذهبي بهدف نظف فيما تأهل تنصر نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بركلة الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلها بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت العاشر من فبراير إن شاء الله بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم حقيقة إقالة رشيد بن محمود عاجل الرجراج ولأول مرة يوجه دعوة رسمية لإبراهيم دياس للالتحاق بالمغرب ويتحدى منتخب إسبانيا مدرب الصاحل العاشر لا يمكن نسيان فضلي المغرب في بولغنا نهائي كأس أمم إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار